أفاد مراسل الحرة في عمان بمقتل نجل عضو مجلس النواب الأردني محمد الضلعين الملقب باسم أبو البراء الأردني خلال عملية انتحارية نفذها لصالح تنظيم داعش وقال إن النائب مازن الضلعين لم يرد على محاولات الاتصال به مشيرا إلى أن الهجوم تم بتبجير انتحاري ضد الجيش العراقي في محافظة الأنبار حسب بعض المصادر الصحفية وأضف بأن التقارير تشير إلى إقامة بيت عزاء له في محافظة الكرك ببلدة جوزة يذكر أن محمد الضلعين كان يدرس الطب في أوكرانيا قبل انضمامه لداعش وتوجهه إلى تركيا ومنها إلى سوريا للمزيد ينضم إلينا من عمان مرسلنا هناك حيدر العبدالي حيدر أهلا بك إذن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نعم سيد قبل دقائق من الآن تحدثت مع النائب مازن الضلعين وأكد لنا الخبر نقص لنجله في العراق وتحديدا في محافظة الأنبار حين قاموا بتنفيذ عملية انتحارية برسطة سوريين في منطقة الجرائش شمالي الرمادي التابع لمحافظة الأنبار قبل يومين من الآن النائب عرض عن استيائه وقال أن ولده قد التحق بالتنظيم وقد توجه في 17 نيسان الماضي من أوكرانيا التي كان يدرس الطب فيها إلى تركيا ومن تركيا توجه النائب إلى هناك وكانت هناك محاولات من تبل النائب ومن تبل الحكومة الأردنية وتحديدا من تبل وزارة الخارجية الأردنية بالضغط على الحكومة التركية من أجل منع تسلل المقاتلين المغرر بها من تبل التنظيم لكن هذه المحاولات بأت بالفشل بعد دخول محمد الضلعين إلى نجاحه بالدخول إلى سوريا في 17 نيسان الماضي كما ذكرت هنا وجه النائب مازن الضلعين الاتهام إلى الحكومة التركية بتسهيل دخول المقاتلين رغم أنها تؤكد مرارا وتكرارا على منعها وإحكامها للحدود لكن في هذه اللحظة وجه النائب أصابع الاتهام إلى الحكومة التركية التي تفتح الباب للمقاتلين العرب والأجانب المغرر بهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي اليوم أيضا أكد النائب قبل دقاء قليلة بفتحه لخيمة عزاء في محافظة الكرك جنوب الأردن وفي قرية جوزة تحديدا لمدة يومين وبعدها تستحبت عزاء آخر في العاصمة الأردنية عمان يوم الأحد المقبل تحدثنا أيضا مع بعض المراقبين والمحللين وقالوا أن هذا قد يشكل مصدر حرج للحكومة الأردنية التي طالما أكدت على محاربة الأرهاب وكانت أولى الدول التي دخلت من تحالف دولي لمحاربة الأرهاب يشكل مصدر حرج مع نظيرتها العراقية التي تحارب كنظيم داعش على الأرض لكن حتى هذه اللحظة هذه المعطيات المتواجدة دينا ويجد الذكر هنا في هذه النقطة أنه ليس الشخص الأول الذي تم قتله في تقاعد عملية تفجيرية أو انتحارية في العراق أو في سوريا أردن هناك ما يقارب بحسب بعض المراقبين والمحللين والخبراء في الشؤون الإسلامية ما يقارب ألفين مقاتل أردني يقاتلون في سوريا شكرا لك حيدر والتنظيم داعش على الرهابي نعم حيدر العبدالي مراسل الحرة في عمان شكرا لك